منذ انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي تعتبر موسكو أن أي موالاة لكييف للمعسكر الغربي تهديداً لأمنها القومي من الجهة الغربية وفي أعقاب الثورة الأوكرانية في 2014 بدأت القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في محاولة فك الارتباط بين موسكو وكييف عبر ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ما جعل موسكو ترى ضرورة لتدخل عاجل يؤمن نفوذها في المنطقة ويبعد شبح الموالاة للغرب عن حدودها الغربية وفي تطور سريع أعلنت موسكو ضم شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي وبعد فترة استولى متمردون مدعومون من روسيا في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا على منطقتين دانيتسك ولوغانيسك لتكون الخطوة إيذانا بصراع ممتد ومفتوح بين موسكو وكييف في دونباس صراع يتمثل في اشتباكات مفتوحة بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية اشتباكات يتزامن معها حجد عسكري روسي على الحدود الأوكرانية إلى جانب تهديدات من الكريملين بالتدخل لحماية من يعتبرهم مواطنين روسا يعيشون في إقليم دونباس يأتي هذا في ظل تقارير تشير إلى أن روسيا تنشر قوات تابعة لها داخل الإقليم كما تعمل على إمداد الانفصاليين التابعين لها بأسلحة ثقيلة وهو الأمر الذي ينفيه الكريملين لكن تظل المصالح الروسية في منطقة البحر الأسود وتأمين الجبهة الغربية هي العامل الرئيسي في تصاعد الأزمة في دونباس خصوصا في ظل إعلانات القوى الغربية المتوالية بالتدخل لحماية أوكرانيا مما تصفه بالتهديدات الروسية